مشروع الهلال الأحمر لتطوير بنوك الدم ايه هو المشروع وجهات اللي بتتعاونوا معها ايه دكتور؟ هو المشروع هو كانت بدأ الأول انه هو مع تعيين دكتورة مؤمنة كان لأمين العام لجماعات الهلال الأحمر في مصري ازاي نطور بنوك دم الهلال الأحمر خاصة انه هو بنك الهلال الأحمر ليه خمس فروع بنوك دم على مستوى مصر وكانت المشكلة الأولينية اللي قبلتنا وهو ان البنك الدم المركزي اخر تطوير ليه كان وقتها من 17 سنة من 17 سنة؟ من 17 سنة؟ من 17 سنة؟ خالص لا بنية تحتية ولا اجهزة ولا تدريب ولا اي تطوير 17 سنة؟ 17 سنة 1900 تاليات سنة بدأت خطة التطوير طبعا لدرجة احنا كنا بنعاني اللي احنا عشان ندخل جهاز جديد ان البنية التحتية الكهربية مش قادرة تستحمل الجهاز الجديد فكان عدنا ندرس الموقف من ابريل 2015 حوالي من 3 ل 6 شهور عملنا دراسات مستفيدة وقلنا ان احنا خلاص هنبتدي نطور بنك الدم المركزي للهلال الأحمر ويبتدي بعد كده كل فروع بنوك دم الجماعات الهلال الأحمر المصري تبقى على نفس المستوى عرضنا الخطة على دكتورة غدا والي وزير التضامن وهي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في نفس الوقت وشرحنانا الخطة هي طبعا كانت حاجة جديدة مش كتير حد بيتطرق لموضوع تطوير بنوك دم أو إنشاء بنوك دم بس احنا قلنا ان الهلال الأحمر معروف من زمان باهميته في عملية التبرع بالدم وثقة المواطنين فيه وثقة الشعب فيه فقلنا وفي نفس الوقت المكان فعلا يعني فيه تجهيزات ممكن يتبني عليها تطوير محترم مستمع كان فيه إهمال وتردي شديد جدا هو فيه عدم تطوير لفترة طويلة فهو إهمال مع عدم التطوير وعدم متابعة حاجة مهمة زي دي يعتبر إهمال يا بكتور هو كخلي بالحاج برضو أن تطوير بنوك الدم بتبقى محتاجة تكلفة عالية جدا لأن الأجهزة بتبقى مكلفة خاصة وكمان كانت التحديثات حصلت كتير على مستوى السنين اللي فاتت فيه مجال بنوك الدم على مستوى العالم تمام فعرضنا الخطة على دكتورة غادة وبدأنا فعلا نطور البنك وكانت التفكير أن الخطة تتعامل على تطوير البنك بالمجهودات الزيتية تمام كويس فهي دكتورة غادة طبعا يعني اقتنعت بالفكرة وبدأت تتابع معنا جميع الخطوات خلال تطوير بنك الدم على مدار التلات سنين لأنه هو كانت الفكرة جديدة إزاي أطور وفي نفس الوقت أوصل لمستوى طبقا للمعايير القياسية المصرية وفي نفس الوقت بنجهزه أنه هو يبقى طبقا للمعايير الجامعية الأمريكية لبنوك الدم وبالتالي ممكن نوصل اللي احنا نحصل إن شاء الله في عشرين عشرين على شهادة الجودة بتاعت الجامعية الأمريكية لبنوك الدم تمام فضلنا ماشيين في خط تطوير كانت عبارة عن تطوير إداري وفني وتطوير بنية تحتية كلها جهود ذاتية؟ كلها جهود ذاتية تمام التطوير الإداري والفني كانت الأول اللي احنا لقينا إن فيه عاملين في البنك سمفيش حتى إيه فنورجانو جرام ليهم مفيش هيكل تنظيم ووظيفي حاجة عارف هو المفروض يبقى مسك إيه تمام فهم كانوا بيعملوا إيه فنورجانو جرام هو كانت الموضوع بيعتمد على العمل لمدة ست ساعات يوميا الأساس بتاع البنك الدم المركزي كان توفير الدم لأطفال أنيميا البحر المتعصد وإحنا فعلا كان المجال ده بصراحة فيه خلال السنين دي كان فعلا نهاية جدا محدش يقدر ينكر موضوع ده كان بيتم نقل دم للأطفال حوالي من 10-15 حالة يوميا فكان بمجرد أن الحملات بتطلع بتجمع الدم يتفس الجزء منها فقط مش كلها ويبتدي يتنقل الدم للأطفال 10-15 حالة والساعة كنين ونص يتقفل بنك الدم وخلاص كده وخلاص ما فيش أي خدمات تمام كانت الفكرة حتى كده قررت أنتم تعملوا تطوير إداري أه بياناتي الوضع اختلف تماما تطوير إداري جبنا فريق جديد خبرة يقدر كمان ينقل خبرته للفريق الموجود في نفس الوقت بدل بياناتي كنا بنشتغل 6 ساعات دلوقتي حاليك بنشتغل 24 ساعة وفي الأجازات والجمع والعطلات الرسمية ما بنوقفش خالص لو حك دخلت البنك في أي وقت هتلاقي الناس موجودين تيم موجود على طول الحملات بدل ما كانت بتنتهي الساعة 4 و 5 دلوقتي حملاتنا بتنتهي الساعة 12 بالليل بنطلع بقينا دلوقتي حملات خارجية بنطلع جهات كتيرة بقيت تطلبنا الصبح اللي احنا نطلع عندها حملات بقى فيه بدل ما نفصل المشتقات بتاعت الدم فقط لغاية الساعة 3 و 4 دور لا احنا بقينا نفصل على مدار 24 ساعة علشان نضمن ان المشتقات دي بتبقى بأعلى جودة كل ما هتتفصل في أسرع وقت كل ما هكون في أعلى جود طيب انا دلوقتي دكتور حالك بتقولي خمس فروع بس حالا